ثلاثة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موعد مع آخر وأهم الأنباء مع دينا شرف إليك دينا شكرا لك يا رجائي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مصاري إصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية حيث تابع مؤشرات الأداء المالي لموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاتثمارات المحلية والأجنبية ومن بينها حضمة الحوافز والتسهيلات ضربية التي تم الأعلان عنها مؤخرا كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المكسيك خوان ديلافوينتي وتناول الاتصال حادثة إطلاق النار التي أصفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين مصريين في المكسيك للوقوف على آخر المستجدات ذات الصلة بالحادثة وذكرت الخارجية في بيان أن وزير الخارجية المكسيك بادر بالإعراب عن أسفه الشديد للحادثة الأليمة وطلب نقل تعزي إلى الحكومة المصرية وأسر الضحايا مؤكدا على أن التحقيقات متواصلة وأنه سيتم موافاة الحكومة المصرية بنتائجها فور الانتهاء منها من جانبه طلب عبد العاطي من الحكومة المكسيكية سرعة إنهاء التحقيقات والإجراءات اللازمة وذلك حتى يتسنى نقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤونها من سينة بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكية أنطاني بلانكين وتناور الاتصال التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة وما تفرض مستجدة الأحداث من ضرورة تكثيف التنصيق والتشاور لإحتواء تصعيد الراهن بالمنطقة بالإضافة إلى تناول الوزيرين الموقف حيال الأمن المائي المصري وذكرت الخارجية في بيان أن عبد العاطي حضر من أن واتيرة التصعيد الحالية في المنطقة تستوجب تكاتف الجهود للتدخل السريع لإحتواء الموقف مشددا على رفض مصر الكامل لأي مساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه أعلن حزب الله أنه استهدف مواقع لمدفعية القوات الإسرائيلية في مناطق عدة في إسرائيل في بلدات ديشون ودلتون وتجمعا لقوات إسرائيلية في محيط مستعمرة يرؤون بوابل من الصواريخ ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سوزيل حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله في غارة في بيروت أمس استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أصفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة خمسة وعشرين آخرين كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وجرح أخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج وسط قطاع غزة نقل إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع وفي السياق المتصل استشهدت امرأة وأصيب أخرون في قصف استهدف مزجدا في منطقة خربة العتسة شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع أعلن رئيس جنوب إفريقيا سريل رامافوزا أن بلاده ستقدم أدلة إضافية في القضية التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية وأوضح رامافوزا أن الأدلة الجديدة ستسلم إلى المحكمة الدولية خلال شهر أكتوبر الحالي مشيرا إلى أن الوثائق المقدمة تتضمن معلومات مفصلة تثبت ضلوع إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة أطالب رامافوزا إسرائيل بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في قراراتها السابقة أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أن نتائج الأولية أظهرت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.69% من الأصوات وأضافت الهيئة أن نسبة الأقبال بلغت 28.8% في الانتخابات التي أجريت وواجه فيها الرئيس التونسي منافسين هما زهير المخزوي رئيس حزب الشعب والعياشي زمال ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر